تمثل ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر بأهدافها وأسبابها امتدادا لنضالات اليمنيين من مختلف توجهاتهم ومشاربهم الفكرية الذين جمعتهم أهداف التحرر من الوصاية والارتهان وتحقيق السيادة والاستقلال تمثل ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر في العام 2014 بأهدافها وأسبابها امتدادا لنضالات اليمنيين من مختلف توجهاتهم ومشاربهم الفكرية والذين جمعتهم أهداف التحرر من الوصاية والارتهان وتحقيق السيادة والاستقلال فعلى مدى عقود قدم الشعب اليمني التضحيات الجسيمة في سبيل إيقاف التدخلات الخارجية التي كانت سببا في الحيلولة دون النهوض وبناء الدولة وتقف وراء استمرار الصراعات وعلى مدى هذا التاريخ كان النظام السعودي يجند الآلاف من أتباعه وعبر اللجنة الخاصة لإجهاب الطموحات اليمانية في تحقيق الاستقلال والبناء والتعمير لا سيما بعد أن تمكن من السيطرة على القرار الوطني لتغدو كل محاولات الانفلات والتحرر محسومة النتائج سلفا فمشروع بناء الدولة في عهد الرئيس الشهيد الحمدي تعرض للإجهاب بأوامر وتخطيط سعودي فرغم ما مثله الحمدي من طموحات وآمال للجماهير إلا أن المملكة السعودية سرعان ما قررت التخلص منه بعد أن كان قد عزم على بناء دولة حقيقية ولن يتأتى ذلك في ظل النفوذ السعودي وهو ما كشفته تقارير أمريكية مؤخرا فالرئيس الحمدي وقبل اغتياله طلب من الرئيس السوداني أنذاك جعفر نميري التدخل لدى المملكة السعودية وإبلاغها أن التوجه لبناء الدولة اليمنية لا يشكل أي خطر على المملكة السعودية مطالبا وقبل أسبوع فقط من اغتياله المملكة بالتوقف عن التدخل في الشأن الداخلي لليمن وبالفعل فإن التدخلات الخارجية هي من أعاقت كل المحاولات لبناء الدولة في اليمن ولهذا كانت ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر تضع في صدارة أهدافها تحقيق السيادة والاستقلال لتغدو أدوات الخارج في موقف محرج أمام الحشود الشعبية فلم تجد تلك القوى إلا المغادرة واستدعاء الخارج الذي كان يعد العدة وقتها لشن حرب عدوانية على بلادنا تهدف لإعادة أدواته إلى الحكم من جديد وهو ما يرفضه الشعب اليمني جملة وتفصيل بل ويقدم في سبيل كرامته وعزته المئات من الشهداء وكما حاول الحمد التحرر من الهيمنة والنفوذ السعوديين كانت ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر تكتب نهاية حكم الوصاية الأجنبية وطي صفحة حكم السفارات وتحكم السفراء بالقرار الوطني ترجمة نانسي قنقر